مساء الخير طلاب الأعزاء طلاب مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية درسنا لهذا اليوم رياضيات للصف الأول الابتدائي درسنا لهذا اليوم هو مراجعة الفصل صفحة 172 وصلنا وياكم حباب الحلوين إلى نهاية الفصل الثامن وهو مراجعة الفصل يلا حباب الحلوين نفتح الكتاب الكبير الملون على صفحة 172 مراجعة الفصل الدرس الأول العشرات مثال اكتب عدد العشرات في كل عدد منطينا الأعداد وهو كاتبنا العشرات الآن بالتدريب يريد أكتب العدد المقابل لعدد العشرات منطينا عشرات شيريد من عدنا يريد العدد إذا قال عشرات ما نحط الصفر إذا راد من عدنا عدد نحط الصفر إش قد آني عندي؟ عندي أربع عشرات يعني أربعة أحط لها صفر إش قد الصير؟ أربعون عندي ست عشرات الست عشرات يعني إش قد؟ يعني ستون أكتب ستون عندي ثمانية عشرات يعني إش قد ثمانية عشرات؟ ثمانون أحسنتم عندي واحد عشرات يعني إش قد؟ يعني عشرة وحدة الآن ننتقل إلى الدرس الثاني الآحد والعشرات والأعداد حتى تسعة وتسعون هذا مثال منطينا يا أكتب العدد وآحده وعشراته مثل ما لتلاحظون منطينا مكعبات بالآحد وبالعشرات إش قد عندنا بالآحد واحد نان ثلاثة أربعة كاتب آحد أربعة إش قد عندنا عشرات؟ واحد نان ثلاثة أربعة أربعة آحد وأربعة عشرات إش قد تطلع أربعة وأربعون الآن راح ننتقل إلى التدريب اكتب العدد في الفراغ تسعة وأربعون يساوي آحد زائد عشرات أول ما نجيش تتعلمني منه الآحد هو الأول هذا الآحد العدد الأول إش قد عندي تسعة من العشرات هو العدد الثاني إش قد عندي أربعة إذن تسعة آحد وأربعة عشرات عندي العدد مجهول ومنطيني الصفر آحد زائد ستة عشرات أول ما أجي أني أنزل إش قد عندي آحد صفر وإش قد عندي ستة عشرات إذن صفر آحد وستة عشرات يساوي ستون العدد خمسة وتسعون نجي أول شي نباوع الآحد وإن هالآحد هذا هو الآحد إش قد خمسة أكتب الخمسة العشرات إحنا قلنا العشرات تعلمناها هي العدد الثاني الإب إش قد تسعة إذن خمسة آحد زائد تسعة عشرات إش قد يطلع العدد خمسة وتسعون الآن ننتقل إلى الدرس الثالث استعمل لوحة المئة واكمل العدد عدنا نمط الآن راح يكون لنا نمط العدد خمسات وعشرات ستون خمسة وستون سبعون خمسة وسبعون ثمانون إهنانا دايضيف إني خمسة خمسة خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون إهنانا دايضيف عشرة وهنا دايضيف خمسة تدريب أستعمل لوحة المئة أعد بالعشرات شجريد بالعشرات إذن الآحد يبقى ثابت ننزله مثل ما هو المن نغير نغير بس العشرات عندي اثنان إذا أزيد الاثنان إش قد تصير صير ثلاثة صارت اثنان وثلاثون اثنان واربعون اثنان وخمسون اثنان وستون دا نلاحظ منه داي يتغير دا تتغير عندنا بس العشرات الآحد باقية مثل ما هي منه لتغيرت بس العشرات إذن عدينا عشرة عشرة أعد بالخمسات عندي العدد خمسة وثلاثون الخمسة إذا أزيدها خمسة شجريد تصير خمسة وثلاثون بقلبي وأطلع خمسة بيدي يلا ويايا من يجور الخمسة وثلاثون ستة وثلاثون سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون نكتب شقيت أربعون الأربعون أضيف لها خمسة يلا طلعيدي الأربعون وين ننضمها بقلبنا والخمسة وين بيدنا من يجور الأربعون منو يجور الأربعون واحد وأربعون اثنان وأربعون ثلاثة وأربعون أربعة وأربعون خمسة وأربعون إذن أربعون أزيدها خمسة جغل صارت خمسة وأربعون خمسة وأربعون ضفنا لها خمسة صارت خمسون الآن الخمسون بقلبي وخمسة بإيدي منو يجي وراء الخمسون واحد وخمسون اثنان وخمسون ثلاثة وخمسون أربعة وخمسون خمسة وخمسون إذن نكتب جغل خمسة وخمسون ضفنا جغل خمسة خمسة الان راح ننتقل الى صفحة 173 الدرس الرابع الانماط ولوحة المئة العد بالاثنينات يعني راح نعد 2-2 مثال استعمل لوحة المئة واكمل العدد الآن عندنا تدريب عندي العدد 68 اباوع على الثمانية الثمانية اذا اضيف الها اثنان يجد الصير ثمانية تسعة عشرة صفر احطه فوقها وانطي واحد ازيده المين ازيده للستة اش قد سوتها سبعة اذا اش قد صار عندي سبعون اثنان وسبعون ازيدها للاثنان اثنان اش قد صير اربعة وسبعون الاربعة ازيدها اثنان اش قد صير اربعة بقلبي واثنان بايدي من وجور الاربعة خمسة ستة اكتب ستة وسبعون الان راح ننتقل الى الدرس الخامس مقارنة الاعداد اكتب العدد واحوط الاكبر مثل ما دا لاحظ منطينا احد عشرات واحد وعشرات عندي اربعة وثلاثون واربعة وخمسون اذا نقارن وين نباوع على العشرات على العشرات عندي هنا خمسة وعندي هنا ثلاثة من الاكبر الخمسة ام الثلاثة الخمسة الان راح ننتقل الى التدريب منطينا احد شقد احدنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة احد عشرات اشقد واحد اثنان ثلاثة اربعة احد واحد اثنان ثلاثة عشرات واحد اثنان ثلاثة اربعة حبايبي مثل ما علمتكم قلنا اذا العشرات مختلفة انحل بسرعة مثل هذا المثال المنطي باع هنا اختلفة العشرات عندي هنا ثلاثة وعندي هنا خمسة حليناها بسرعة إذا العشرات مالتي مش شابهة دللاحظ هاي العشرات هاي أربعة وهاي أربعة شبيهة مش شابهة إذا مش شابهة وين نروح نضمها وين نباوع نباوع على الأحد عندي ستة وعندي ثلاثة يريد نحوض العدد الأصغر منه الصغيرة ستة أم الثلاثة ثلاثة أصغر إذن العدد ثلاثة وأربعون أصغر من العدد ستة وأربعون ننتقل إلى الدرس السادس سابق العدد وتالي العدد وبين العددين مثال أكتب سابق وتالي العدد للتسعة وعشرون تسعة وعشرون من أصغر من عده ثمانية وعشرون من أكبر من عده ثلاثون الآن منطينا جدول اكمل الجدول سابق بين وتالي عندي العدد جقداني خمسة وعشرون منو يسبق الخمسة وعشرون هادي الخمسة أبمو الاثنان هاي الخمسة منو أصغر من الخمسة الأربعة أبوها ينزل عشرون منو أكبر من الخمسة أو منو ورا الخمسة هي الستة وعشرون سبعة وأربعون منو يجي ورا السبعة وأربعون تمانية وأربعون تسعة وأربعون عندي العدد تسعة وخمسون أبمو العشرات أباوها على اليمن على التسعة التسعة من يجي قبلها يعني منه أصغر من عدها أصغر من عدها هو الثمانية وأبوها خمسون تسعة وخمسون من يجي وراء التسعة وخمسون ستون أحسنتم الآن راح ننتقل إلى صفحة 174 الدرس السابع ترتيب الأعداد راح نرتب الأعداد مثل ما دار اللاحب بالمثال أرتب الأعداد 1784 وخمسون من الأكبر إلى الأصغر رتب إنه من الكبير من هو الكبير أول من باوع من قارن منه على العشرات عندي واحد أدي ثمانية عندي خمسة منه الأكبر ثمانية هي الأكبر نزلناها عندي واحد وعندي خمسة منه الأكبر الواحد له الخمسة الخمسة نزلناها من اللي بقت السبعة عشر آخر وحدة لأن هي أصغر وحدة تدريب عمل خالد برجا ارتفاعه سبعة عشر مكعبة وعملت جمال برجا ارتفاعه سبعة وثلاثون مكعبة وعملت أخته ليلى برجا ارتفاعه اثنان وعشرون مكعبة أرتب الأسماء بحسب ارتفاع الأبراج من الأصغر إلى الأكبر حلاحظ بالسؤال أول شيء نقارن بالعشرات عندي واحد عندي ثلاثة وعندي اثنان منه هو الأصغر الواحد أم الثلاثة أم الاثنان الأصغر هو الواحد هذا هو الواحد ما المينو ما الخالد إذن نكتب اسم خالد ضل عندي ثلاثة واثنان منه الأصغر الثلاثة أم الاثنان 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 ما المينو يا برج ما الليلة ونزل اسم ليلى والبرج الأخير هو ما المينو ما الجمال ليش جمال آخر برج نزلنا لأنه هو الأكبر حبايب الحلوين اختبار الفصل صفحة 175 رح يكون اختبار الفصل واجب لكم بيتي الآن أعزاء التلاميذ رح نكمل شرح وحل الفصل التاسع الجمع والطرح حتى 99 دون إعادة التسمية الاختبار القابلي رح أحل لكم الاختبار القابلي حتى نتذكر بي شنو يعني جمع وشنو يعني طرح تعرفنا في الدروس السابقة أثناء الدوام على الجمع شنو يعني جمع وشنو علامته هذا هو الجمع يعني زائد رح أزيد والطرح هو الناقص يعني راح نقص وهذا هو خط الأعداد تذكرون حبايب الحلوين من رسمنا لكم خط الأعداد نقطة رقم واحد اجمع وأطرح مستعملا خط الأعداد ثلاثة زائدا أربعة أول ما نحدد هو العدد الأول اش قد عدي آني عندي ثلاثة روح ندورها على خط الأعداد وين العدد ثلاثة؟ هذا هو العدد ثلاثة أحدده أحط جوا خطين زائد أربعة زائد أربعة اش قد راح أزيده؟ راح أزيده أربع يعني راح أمشي أربع خطوات إلى الأمام إذا زائد نتقدم إذا ناقص نرجع للخلف الآن احنا راح نتقدم لأن راح نزيد عندي العدد ثلاثة أحط نقطة هنا مثل معلمتكم فوقها راح أبجيش كم مرة راح أتقدم أربع مرات أبجي منها واحد اثنان ثلاثة أربعة وين وقف على يا عدد؟ وقف على العدد سبعة إذن ثلاثة زائد أربعة يساوي سبعة ثمانية ناقص ثلاثة أول ما أحدد هو العدد الأول إش قد عدي آني ثمانية؟ وين الثمانية على خط الأعداد؟ هاي هي الثمانية حددته أحط فوق راسها نقطة مثل مع عودتكم إش قد يريد نرجع إلى الوراء؟ نرجع ثلاثة خطوات إلى الوراء نرجع إذن هاي هي الثمانية أبجي منها من فوقها واحد نان ثلاثة وين وقفنا على يا عدد؟ على العدد خمسة إذن ثمانية ناقص ثلاثة يساوي جد خمسة نقطة رقم اثنان استعمل مكعبات وأجد الناتج عندي جمع وعندي طرح ستة زائد ثمانية يساوي مثل ما تلاحظ راح أمثل لكم المكعبات بهذه الحلقات الملونة أول شي عندي مجموعة الأولى هي ستة هذه هي الستة واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة زائد ثمانية وهذه مجموعة الثانية بيها ثمانية واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية راح أجمعهم ستة زائد ثمانية جد يساوي يلا حبايب الحلوين نجمع سوية واحد نان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن ستة زائد ثمانية جديد أربعة عشر خمسة عشر ناقص تسعة يساوي مثل ما دلاحظ حبايب الحلوين هذا هو خمسة عشر حلقة راح نقص منعدهم جديد تسعة جديد راح ناخد من الخمسة عشر تسعة يلا ويايا ناخد من الخمسة عشر تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة اخذنا تسعة جديد ظل الباقي كم الباقي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن خمسة عشر ناقص تسعة يساوي جديد ستة الآن راح أنتقل إلى نقطة رقم ثلاثة اكمل النمط أربعون خمسون ستون جديد دي ضيف دي ضيف عشرة عشرة سبعون ثمانون تسعون عشرون ثمانية عشر ستة عشر إيش دي يصير عدي بالنمط؟ دا ينقص النمط دا ينقص شقد؟ دا ينقص اثنان اثنان الستة أخذ من عدها اثنان إيش قد الصير؟ أربعة عشر الأربعة أخذ منها اثنان إيش قد الصير؟ اثنى عشر الاثنان أخذ من عدها اثنان إيش قد الصير؟ صير صفر والواحد هذا العشر ينزل إيش قد صارت؟ عشرة العشرة إذا أخذ من عدها اثنان إيش قد الصير طلعوا إيدي يقوم يتقوم بيها عشر أصابع نطلع العشر أصابع كاملة أخذ من عدها اثنان إيش قد لح يبقى عندي؟ ثمانية الثمانية طلعوا ثمانية اخذوا من عندها اثنان ايش قد لح يبقى لكم ستة اذا كوننا نمط اول نمط عشرات وثاني نمط هو العد اثنان اثنان نقطة رقم اربعة اكمل مثل ما دا نلاحظ هذا جدول بالجمع وهذا جدول بالطرح مثل ما تعودنا عني بالدروس السابقة خمسة زائد ثلاثة خمسة بقلبي ثلاثة بايدي من الجوار الخمسة ستة سبعة ثمانية اكتب العدد ثمانية ستة زائد ثلاثة من الكبيرة ستة وانا ضمها بقلبي من الصغيرة ثلاثة من الجوار الستة سبعة ثمانية تسعة اكتب العدد تسعة سبعة زائد ثلاثة من الصغيرة السبعة وانا ضمها بقلبي ثلاثة وانا طلعها بيدي من الجوار السبعة ثمانية تسعة عشر اكتب العدد عشرة الآن راح ننتقل إلى جدول الطرح ثمانية ناقص اثنان أطلع ثمانية وأخذوا منعدها اثنان إيش قد بقانة ستة خمسة هي الكبيرة طلع الخمسة أخذ منعدها اثنان راحة اثنان كم الباقي واحد اثنان ثلاثة أكتب العدد ثلاثة الآن سبعة ناقص اثنان أطلع السبعة بيدي كاملة طلع سبعة أخذ من السبعة اثنان ماذا سيبقى ماذا سيبقى منه خمسة نقطة رقم خمسة اشترى محمد ثمانية الدفاتر كم دفتر ثمانية واشترى أخوه سبع دفاتر ما مجموعة دفاتر التي اشتراها الجواب يريده هنا الحل راح نكتب ثمانية شقد اول مرة محمد اشترى اشترى ثمانية اكتب العدد ثمانية ما مجموع ما مجموع ما طول قال ما مجموع يعني يريد يجمع دفاتر محمد ودفاتر اخوه لمحمد شقد زاد سبعة احطها جواها هذي الطريقة من يتذكرها افقية ام عامودية من يتذكر هذي الطريقة سبعة زائد ثمانية الثمانية ونضمها لان هي الكبيرة وانا حنضم الثمانية بقلبنا وشو نطلع بايدينا سبعة من يجور الثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر اذا ثمانية زائد سبعة يساوش قيد خمسة عشر الجواب خمسة عشر الآن اعزاء التلاميذ راح ننتقل الى شرح موضوع جمع العشرات وطرحها صفحة مئة وثمانية وسبعون طبعا موضوع كلش حلو سهل وتعرفنا عليه بالدروس السابقة اللي هو الجمع والطرح وتعرفنا على الاحد وتعرفنا على العشرات الآن راح ننتقل الى فقرة اتعلم مثل ما دا لاحظ هذا الولد هو خباز وعنده هنا خبز يحفظ الخباز الخبز فيه اكياس فيه الكيس عشرة ارغفة يعني كم بالكيس الواحد عشرة ارغفة يعني عشر قرصات خبز بكل كيس من هذه الاكياس يوجد على الطاولة ثلاثة اكياس كم كيس؟ ثلاثة هاي هي الثلاثة هاي عشرة وعشرة وعشرة زايدها زايدها عشرة جقد الصير عشرة عشرون ثلاثون عدنش قيد ثلاثون اي ثلاثة عشرات ثلاثة عشرات واضافة اليها اثنان من الاكياس اضافوا لهم بعد اثنان دا تلاحلون هنه ثلاثة وضاف لهم هذني الاثنان اي لهم اش قد صار مجموعهم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة صار عني خمس عشرات يعني اش قد خمس عشرات اش قد عددها يعني خمسون اول مرة اح نجي نبدي ثلاثة عشرات هاي الثلاثة واحد اثنان ثلاثة زائد هاي العلامة زائد اثنان عشرات واحد اثنان يساوي اش قد مجموعهم كلهم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ويساوي خمسة عشرات اذا اريد نكتب هن بالاعداد عندي آني ثلاثون عندي ثلاثون فتنزل الثلاثون علامة الجمع زائد اش قد عدي هنا في هذا الكيس عدي عشرون ثلاثون زائد عشرون يساوي صفر زائد صفر يساوي صفر ثلاثة زائد اثنان يساوي خمسة الآن بعد نتعرفنا على فقرة اتعلم راح اشرح لكم كيفية الجمع والطرح بالآحد وبالعشرات عندي العدد ثلاثون والعدد عشرون راح ابين لكم شلون راح نجمعها اول ما نيجي نريد نجمع نجمع الابناء منو نجمع الابناء الابناء هما الصغار اللي هما في خانة الاحاد اسمهم الجديد هو الاحاد نجمع الابن مع الابن ذولا اصدقاء لان هما صغار هم صفر راح اجمع علامة جمع عندي صفر زائد صفر اني كل شي ما عندي الاحاد سأنزل العدد جوج خمسة اذا اش قد صار العدد عندي خم سون خم سون ناخد مثال اخر مثال الثاني لاحظ اول شي بالاحاد بالاحاد اش قد عندي واحد اثنان اش قد عندي واحد اثنان زائد مجموعة ثانية اش قد عندي بيها واحد اثنان زائد واحد متل ما تعلمنا نجمع منو الاحاد نجمع ذول الابناء سوية واحد جو ثاني واحد جو ثاني انزل عدد مالهم مجموحهم هنا جواهم ما روح هنا ما احل اول شي الاحاد يلا انتقل للعشرات اثنان زائد واحد هاي الاثنان ازيدها واحد شقد صارت ثلاثة اثنان زائد واحد شقد ثلاثة اكتب العدد جواها ثلاثة راح ننتقل الى العشرات خلصت الاحاد جمعتها اثنان زائد واحد ساوى الثلاثة ننتقل الما للعشرات شقد عندي العشرات بالمجموعة الاولى واحد اثنان ثلاثة والمجموعة الثانية شقد واحد اثنان ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة شنو عندي عنى مأان يجمع اذا ثلاثة زائد ثلاثة شقد يسوي مجموعهم راح اجمعهم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة مجموعهم ستة من راح اجي اقرأ العدد ثلاثة وستون ثلاثة وستون هذه هي الاحد جمعتها طلعت ثلاثة العشرات جمعتها طلعت ستة اصبح العدد ثلاثة وستون الان حبايب الحلوين راح ننتقل الى المثال الثاني المثال الثاني راح ناخذ على الطرح على الطرح شنو الطرح وشن علامته يعني ناقص هذا علامة الطرح راح ننقص دائما حبايب الحلوين من تريدون الجمعون او الطرحون الاحد والعشرات دائما حلوا بهذه الطريقة العامودية ابتعدوا عن الطريقة الافقية حتى يصير عليكم الحل اسهل دائما استخدموا الطريقة العامودية للحل يعني احط عدد جوا عدد وابدي اناقص ابدي اطرح عندي مجموعتي الاولى أغطي العشرات باوع بس على الاحد اشقد عندي بالعشرات واحد اثنان ثلاثة اربعة ناقص اشقد راح اناقصهم اناقصهم اثنان عني عندي اربعة ناقص اثنان الاربعة راح اخذ منعدها اثنان اشقد راح اخذ من الاربعة راح اخذ منعدها اثنان اجيت اخذت منعدهم اشقد اثنان كم الباقي كم الباقي بقالي 2 اذا 4 4 ناقص 2 اشقد راح يبقالي 2 اكتب العدد 2 خلاص الاحاد راح ننتقل للعشرات عندي شقد بالعشرات المجموعة الاولى 1 2 3 3 هاي الثلاثة راح اجي ااخذ منعدها اخذ منعدها 2 اثنان 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 حبايبي الحلوين الان راح ننتقل الى حال فقرة اتأكد نقطة رقم واحد اثنان уarnos اثنان 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 اخبار اثنان واحد اثنان ثلاثة اذا شقد صار عندي ثلاثة عشرات اذا اريدهم بالاعداد شقد عندي عشرة عشرون عشرون زائد هذه العشرة شقد لي ساوي ثلاثون اول ما ابدي اجمع الصفر مع الصفر احولها الى طريقة عامودية علامة الجمع صفر زائد صفر ينزل صفر لان كل شي ما عندي اثنان زائد واحد شقد ثلاثة صار العدد شقد عندي ثلاثون اربعة عشرات زائد اثنان عشرات عندي اثنان عشرتان يعني اثنان وعندي اربع عشرات خلنشوف شقد راح يصير مثل ما اللاحظ ها هي الاربع عشرات واحد اثنان ثلاثة اربعة زائد شقد اثنان اثنان واحد اثنان شقد راح يصير مجموعه كم عشرين اجي نحسب واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اكتب ست عشرات اذا اريد احول هنلي الاعداد اول ما اجي على الاربع عشرات عندي عشرة عشرون ثلاثون اربعون شون اكتب الاربعون اربعة وقدامها صفر زائد شقد عندي بالمجموعة الثانية عندي اثنان عشرات عشرة عشرون انزل اثنان وحط امامها صفر شقد صارت عشرون اربعون زائد عشرون احول هذي الطريقة الافقية الى عامودية اربعون زائد عشرون صفر زائد صفر صفر اربعة زائد اثنان هاي هي الاربعة وضفت الها اش قد اثنان اش قد صار واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة صارت ستة اذا اربعون زائد عشرون يساوي انه ستون ننتقل الى نقطة رقم اثنان استعمل مكعبات وجد ناتج الطرح الان يريد نطرح يريدنا نطرح ست عشرات ناقص اثنان عشرتان يريد الست عشرات ننقصها من عشرتان واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اش قد شانت هي ستة اخذنا من عدها اثنان هذه هي الستة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اجينا اخذنا من عدها اش قد اثنان اش قد ظلت واحد اثنان ثلاثة 4 الباقي 4 إذن 60 ناقص 20 يساوي 40 5 عشرات مثل ما دللاحظش كم عشرة عندي 1 2 3 4 5 ناقص 3 عشرات رح ننقص 3 عشرات هاي هي الخمسة أجي أشطب منعدها 3 1 2 3 مثل ما دللاحظ شلنا منعدها 3 من الخمسة كم الباقي كم الباقي 1 2 أكتب 2 عشرتان الخمسة هيش كد يعني 50 أحط لها صفر والثلاثة هي 30 أحط لها صفر 50 ناقص 30 أحولها إلى طريقة عمودية 50 ناقص 30 دائما من أريد أطرح أو أجمع أحد مع الآحد ونزلهم هنا والعشرات مع العشرات أنزلهم هنا 0 ناقص صفر يبقى صفر الصفر بتجمع أو بتطرح من أجمع الصفر مع الصفر يبقى نفسه صفر ونفس الشي إذا أطرح الصفر من الصفر يبقى صفر ما يتغير خمسة ناقص ثلاثة طلع بإيدي خمسة شقد راح أخذ من عدها ثلاثة واحد اثنان ثلاثة راحة شقد اللي يبقى عندي اثنان أكتب اثنان كم الباقي؟ 20 إذا خمسون ناقص ثلاثون واللي ما يليدي يحلها بالطريقة العمودية عادي يقدر يحلها بالطريقة الأفقية العدد الأول مع العدد الأول والعدد الثاني مع العدد الثاني بس أنا اللي أشوفها أسهل لأنهم صف أول اللي أسهل لهم هي هذه الطريقة على موت كل صديق ويا صديقة يطرحوا أو ينقصوا أو يجمعوا الآن أعزائي التلاميذ راح ننتقل إلى صفحة 179 حل فقرة أحل نقطة رقم ثلاثة استعمل مكعبات وأجد ناتج الجمع مثل ما نلاحظ عدي 6 عشرات 1 2 3 4 5 6 6 زائد 3 1 2 3 يجقد مجموحهم مثل ما نلاحظ هنا 1 2 3 4 5 6 6 عشرات 6 عشرات أزيد الستة ثلاثة 1 2 3 إيش قد أصبح مجموعهم يلا نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 إيش قد أصبح المجموع عندي 9 إذن أكتب 9 عشرات نحسبها هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أكتب 9 عشرات الآن 9 عشرات يريدها بالأعداد عندي 6 6 إذا بالأعداد أحط لها 0 صارت 60 13 عشرات يعني 30 19 عشرات يعني 90 10 عشرات كما نلاحظ هنا بالمثال الآخر عندي 14 زائد 14 يساوي 1 2 3 4 بالمجموعة الأولى 14 زائد المجموعة الثانية 1 2 3 4 هم 14 14 زائد 14 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 أحول الأربعة عشرات إلى عدد أربعون والأربعة أيضا إلى أربعون أربعون زائد أربعون مثل ما اتفقنا أحولها إلى صورة عمودية علامة الجمع 0 زائد 00 أربعة زائد أربعة ثمانية إذن ثمانون نقطة رقم أربعة أستعمل مكعبات وجد ناتج الطرح عندي طرح بالطرح نشطب ناكل ما نطلع إديناتنا الاثنان لا إيد واحدة ونشطب منعدها رح ناكل منعدها عندي 19 ناقص ثلاثة أول شي مجموعهم كل واحد ثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة مجموعهم كل تسعة أخذنا منعتهم ثلاثة شقد أخذنا منهم ثلاثة ضربناهم واحد ثلاثة شطبناهم شقد اللي يبقوا منشطبا الباقي هو المماشطب مملعوب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة الباقي هي ست عشرات أحولهم إلى أعداد التسعة تصير تسعون والثلاثة عشرات يعني ثلاثون والست عشرات يعني ستون عندي بالمثال الآخر سبع عشرات مجموحهم كل سبعة واحد نان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كلهم شقد سبعة اجينا اخذنا منعدهم شقد أربعة شطبناهن واحد اثنان ثلاثة أربعة شقد دلي بقم مشتوب شقد بقم مشتوب عندي واحد نان ثلاثة إذن ثلاثة عشرات أحولهم إلى أعداد سبعة عشرات يعني شقد سبعون أربع عشرات يعني أربعون والثلاثة عشرات يعني ثلاثون أنتقل إلى نقطة رقم خمسة اكمل النمط عشرون ثلاثون أربعون اجي ده اللاحظ ده اللاحظ ده تزداد عشرة عشرة أربعون أزيدها جقد صير خمسون ستون سبعون مكتوبة ما عيدتها ثمانون تسعون الآن ثمانون سبعون ستون جد اسرون ده ينقص الثمانية خدنا منعدها صاره سبعة السبعة اخدنا منعدها واحد صاره ستة الستة إذا اخذ من Law 1 جقد حسير ونزل الصفر يميه الخمسة اخذ منعدها judges صير أربعة ونزل الصفر جقت صاره أربعون الأربعة أخذنا من عدها واحد جغل صارت ثلاثة ونزل الصفر مالتها صارت ثلاثون الآن هاي الثلاثة أخذ من عدها واحد جغل حصير هاي الثلاثة جيت أخذت واحد جغل طالعدي اثنان نزل الاثنان والصفر نزل يمهج جغل صارت عشرون الآن راح ننتقل إلى فقرة أفكر نقطة رقم ستة هذه مسألة في مكتبة المدرسة خمسين كتابا استعير منها ثلاثون كتابا عندي خمسين كتاب أخذوا من عدها ثلاثون كم كتاب بقية باعوا كلمة بقية يعني طرح إذا قال مجموع نزيد يريد نجمع إذا راد من عندي بقية يعني يريد الباقي أكتب جملة عدد تمثل المسألة وأجي حبايب الحلوين على العدد الأول كم كتاب عندي خمسون أكتب العدد خمسون كامل استعير منها ثلاثون اشقد العدد اللي أخمالي الكتب ثلاثون أحطه جوه صفر جوه صفر والثلاثة جوه الخمسة أحط علامة الطرح صفر ناقص صفر شغلنا عليه يبقى صفر ما يتغير خمسة ناقص ثلاثة يلا نطلعي بنا كنا سوية هذه الخمسة شغل رح ناخد من عدده ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة ضميناهم شغل اللي يبقه اثنان نزل اثنان إذن شقد البقى من الكتب عشرون فنكتب عشرون كتاب بقية الآن أعزاء التلاميذ رح ننتقل إلى صفحة مئة وثمانون موضوع جمع عددين من مرتبتين حتى تسعة وتسعون اتعرفني على جمع عدد من مرتبة واحدة الآن رح نتعرف على جمع عددين من مرتبتين كلش حلو سهل أيضا ما بأي شي فقرت أتعلم على الرف الأول اثنان وثلاثون كتاب وعلى الرف الثاني خمسة وعشرون كتاب ما مجموع الكتب مثل ما تعلمنا أخذ العدد الأول شغل اثنان وثلاثون أنزل مثل ما هو أحط علامة الجمع الرف الثاني شغل بيه خمسة وعشرون باعوا الخمسة وين كتبتها وعشرون أصفتهم آحد مع الآحد والعشرات مع العشرات كأنما داني لعب عندنا مكعبات داني لعب بيهم أرتبهم إن تكون واحدة تحت الثانية اثنان زائد خمسة أنا عندي خمسة أزيدها اثنان خمسة بقلب اثنان بيدي من يجور الخمسة ستة سبعة أكتب العدد سبعة عندي ثلاثة زائد اثنان ثلاثة هاي الثلاثة أزيدها اثنان واحد اثنان شقصار العدد خمسة أكتب العدد خمسة نتلاحظون أجمع الآحد ثم أجمع العشرات من هم الآحد دول الآحد دولهما الآحد الأول عدد اسمه آحد بعدين من أخلص الآحد وأطلع مجموعهم وين هنروح نجمع العشرات هاي هي العشرات وهذا هو العدد مالهم إذا شقصار عندي اثنان وثلاثون زائد خمسة وعشرون شقصار عندي سبعة وخمسون كتاب أمثل العددين آحد عشرات مثل ما دللاحظ هذا هو الجدول مال إثنان شقص عدنا بالآحد عدي ثنان واحد ثنان كتب إثنان عشرات شقص واحد ثنان ثلاثة كتبنا الثلاثة آحد بالمجموعة الثانية واحد ثنان ثلاثة أربعة خمسة كتب خمسة عشرات اثنان إذا إثنان وثلاثون مثل ما دللاحظ عندي إثنان بالمجموعة الأولى أجمع آحد مع آحد هذه هي الآحد بالمجموعة الأولى شقص عدنا إثنان هاي إثنان حلقتان المجموعة الثانية شقص عدي خمسة هاي هي الخمسة خمس حلقات إثنان إثنان زائد خمسة شقص عدنا نجمعهم سوية شقص عدنا نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إلا إثنان زائد خمسة شقص عدنا سبعة هاي منه المجموعة الأولى ما المين ما للآحد شقص عدنا مجموعة مجموعة هم ثلاثة زائد اثنان اشقاد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة اذن خمسة اشقاد صار عندي سبعة وخمسون رح ننتقل للمثال الاخر اثنان زائد خمسة بالاحد زائد عدي العشرات ثلاثة زائد اثنان حل لان اثنان زائد خمسة سبعة مثل ما ذكرنا لكم هنا سبعة اول ما بدأ يجمع يجمع منو الاحد مثل ما جمعنا لكم الاحد هنا دا يجزئ لكم انو شون بدأ يحل اول ما بدأ يحل كتب الاعداد ورمى كتب الاعداد تسوي جمع الاحد دا تلاحظون هنا جمع الاحد والطريقة الثالثة تسوي جمع العشرات مثل ما شرحتها لكم اول شي الاحد اثنان مع الخمسة طلعت السبعة العشرات ثلاثة مع الاثنان شقد طلعت خمسة فطلع العدد شقد عندنا سبعة وخمسون الان رح ننتقل الى فقرة اتأكد نقطة رقم واحد عندي العدد ثلاثة وعشرون زائد اربعة نحاولها الى هاي الطريقة العامودية على ما تكون سهلة لكم احد عشرات ثلاثة زائد اربعة شقد طلعت اني سبعة هذه هي الثلاثة واحد اثنان ثلاثة شقد راح اضيف لها اضيف لها شقد طفنا لها اربعة واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة اربعة راح اجمع الاحد مع الاحد مجموعة الاولى ثلاثة المجموعة الثانية اربعة شقد راح يصير واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة طلعت شقد عدي سبعة العشرات اش قد عدنا بالعشرات بالسؤال بالمجموعة الاولى اثنان مجموعة الثانية عندي شي هنا اكو عدد لا اذا ما عندي يعني شنو معناها صفر مجموعة خالية ما بيها اي عدد اذا هاي هي الاثنان اثنان زاء الصفر شقد تطلع تبقى نفسها اثنان لعبنا بيها زيدناها نقصناها لا كش ما تصار بيها لان صفر فتبقى شقد اثنان عدي اثنان زاء الثلاثة اجمع اول شي الاحد عندي اثنان زاء الثلاثة هذه هي الاثنان واحد اثنان حنزيدها شقد حنزيدها ثلاثة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة شقد صار العدد خمسة جمعنا الاحاد مع الاحاد اثنان احاد مجموعة الاولى مجموعة الثانية ثلاثة اذا اثنان زاء الثلاثة خمسة ننتقل الى العشرات شقد عدي بالعشرات بالمجموعة الاولى عندي ثلاثة واحد اثنان ثلاث مجموعة الثانية بيها اعداد عندي اعداد بعض لا اذا شقد صفر ثلاثة زاء الصفر هاي الثلاثة زيدها صفر جقد صارت بقت مثل ما هي ثلاثة إذن جقد صار العدد خمسة وثلاثون عندي آحد ستة بالمجموعة الأولى جقد عدي ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة مجموعة الثانية جقد بيها ثلاثة واحد اثنان ثلاثة راح أول ما أبدأ أجمع الآحد لأنهم ما أصدقاء واحد جو الثاني ستة زائد ثلاثة هاي الستة أجمعها مع الثلاثة جو واشقد حيصيرون راح أجمعهم سوية لأنهم ما أصدقاء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة جقد صارت تسعة أكتب تسعة الآن راح ننتقل إلى العشرات شقد عدي بالعشرات بالمجموعة الأولى عندي عشرة واحدة وشقد عدي بالمجموعة الثانية أربعة عشرات هاي هي العشرة الأولى عندي عشرة واحدة زايد هاي جقد أربعة عشرات واحد نان ثلاثة أربعة راح أجمع الواحد مع الأربعة جقد حيصير واحد نان ثلاثة أربعة خمسة إنان واحد زايد أربعة جقد يطلع خمسة أقرأ العدد ستة عشر زايد ثلاثة وأربعون يساوي تسعة وخمسون المثال الرابع واحد وخمسون زايد أربعة عشر عندي بالأحد واحد ل thanks المجموعة الثانية constru تمتقها عمل أرص Kamal المجموعة الأولى واحد مجموعة الثانية شقد بيها أربعة إذن واحد زائد أربعة شقد رح أجمع الأصدقاء الآحد مع الآحد رح نجمعهم شقد حيصيرون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أكتب العدد شقد خمسة الآن بعد ما جمعنا الآحد رح ننتقل إلى العشرات عندي شقد بالعشرات بالمجموعة الأولى عندي خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة مجموعة الأولى تحتوي على خمسة عشرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة رح على المجموعة الثانية مجموعة الثانية شقد بيها بيها عشرة واحدة عشرة واحدة هاي هي المجموعة الثانية مجموعة الأولى خمس عشرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة مجموعة الثانية تحتوي على عشرة واحدة راح نجمع الخمس عشرات مع العشرة الواحدة شقد حيصير واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة إمن خمس عشرات زائد عشرة واحدة ويساوي شقد ست عشرات إمن واحد وخمسون زائد اربعة عشر يساوي خمسة وستون الآن أعزاء التلاميذ راح ننتقل إلى صفحة مئة وواحد وثمانون حل فقرة أحل نقطة رقم اثنان واحد ثلاثة وتسعون زائد ستة يساوي مثل مع علمتكم أول شي ما نريد نجمعه ونطرح شنسوي الآحد مع الآحد الآحد مع الآحد ثلاثة عندي زائد ستة بالآحد خلني جي نجمع عندي شقد آني من الكبيرة الستة أم الثلاثة الستة وين حضمها بقلبي الثلاثة وين أطلعها بإيدي من يجور الستة سبعة ثمانية تسعة أكتب العدد شقدت تسعة خلصنا الآحد وين ننتقل إلى العشرات عندي جي قد آني تسعة بالمجموعة الأولى تسع عشرات والمجموعة الثانية عندي شي هنا لا إذا ما عندي شي يعني شنو معناه يعني صفر تسعة زائد صفر لحيزيدا أمي نقصة لو يبقى مثل ما همي رح تبقى العدد مثل ما هو إذن تسعة جي قد صار عندي العدد تسعة وتسعون إذن تلاثة وتسعون زائد ستة يساوي تسعة وتسعون الآن رح ننتقل إلى نقطة رقم اثنان أربعون زائد خمسة أربعون زائد خمسة شو رح نسوي؟ مكاتب هو الأعداد يريد أحنا نكتبها أول شي رح نكتب العدد الأول الأحد نحطها بالأحد والعشرات أحطها وين؟ بالعشرات والخمسة هي عندي أحد عدي هنا هنا عشرات؟ لا ما عندي إذن حط أحط صفر ما عندي كوش ما عندي هنا صفر زائد خمسة صفر زائد خمسة أنا عندي خمسة واحد نان ثلاثة أربعة خمسة مجموعة الأولى ما عندي بيها ولا مكعبة والمجموعة الثانية عندي خمسة صفر زائد خمسة تغيرت الخمسة؟ لا ما تغيرت إذن تبقى نفس هجقر خمسة ننتقل للعشرات عندي أربعة أربعة زائد عندي هنانا شي لا ما عندي إذا ما عندي يعني هو صفر أربعة زائد صفر جقيد أربعة إذن أربعون زائد خمسة جقيد يساوي خمسة وأربعون نقطة ثالثة واحد وستون زائد أربعة وثلاثون يريد أحنا ندخلها داخل هذه الأحاد والعشرات ونرتبها أول شي نجي على العدد الأول أحاد من الأحاد هو العدد الأول أحطها بالأحاد ثاني عدد هو العشرات أحطها بخانة العشرات أو بيت العشرات نجي على العدد الثاني جقيد عندي أول شي أني عندي أربعة وين الأربعة أحاد أنقلها البيت الأحاد العدد الثاني عشرات أنقل البيت العشرات جقيد ثلاثة الآن سوف نجي نجمع بيت بيت أول بيت هو بيت الأحاد أجمع الأحاد القاعدين بهذا البيت منه واحد زائد أربعة خمسة خلصنا من البيت الأحاد نروح إلى بيت العشرات نقل رابعة خمسة وعشرون زائد أربعة وسبعون نفس الحالة يريد أحنا نرتبها وندخلها إلى بيت الأحاد والعشرات خمسة أحاد والعدد الثاني هو عشرات يروح لبيت العشرات العدد الثاني أربعة وسبعون نجي نقول أربعة إذن الأربعة أحاد والسبعون هي العشرات أجمع خمسة زائد أربعة تسعة اثنان زائد سبعة سبعة بقلبي واثنان بإيدي من نجوار السابعة ثمانية تسعة إذن صار العدد تسعة وتسعون إذن خمسة وعشرون زائد أربعة وسبعون يساوي تسعة وتسعون أربعة وأربعون زائد ثلاثة وثلاثون أول ما راح نجي نجمع يأما بالطريقة الأفقية أم بالطريقة العامودية إذا بالطريقة الأفقية العدد الأول مع الأول والثاني مع الثاني بس أنا أفضل الطريقة العامودية تكون أسهل للطالب 44 زائد 33 4 زائد ثلاثة 4 بقلبي 3 بإيدي من يجور الأربعة 5 6 7 وأربعة زائد ثلاثة أيضا سابعة إذا سبعة وسبعون 54 زائد 4 أحولها إلى طريقة عمودية 54 زائد 4 4 زائد أربعة ثمانية والخمسة ما عندها أحد فتنزل إذن أربعة وخمسون 15 زائد 62 أحولها إلى الطريقة العمودية 15 زائد 62 أول ما أجي على آحد 5 زائد 2 5 بقلبي 2 بإيدي من يجور الخمسة 6 7 1 زائد ستة 7 77 70 الآن راح ننتقل إلى نقطة رقم ثلاثة وحوط عبارة الجمع التي لها أكبر مجموعة من دون إجراء الجمع ما راح نجري عمل يد الجمع راح نحوط بس عبارة الجمع التي لها أكبر مجموعة يعني أعدادها أكبر من أعدادها أكبر نجري المجموعة الأولى 23 زائد 15 23 زائد 25 23 زائد 35 من الأكبر من الأكبر عديه 15 أم 25 أم 35 23 هي الثاب تدت لاحظوها هذه ما تتغير إذن وين نباوع من قارن من الأكبر هنا 15 25 35 إذن من الأكبر 23 زائد 35 هي الأكبر ننتقل إلى المجموعة الثانية مثل ما نلاحظه 22 22 22 هاي نغطيها لأن مش شابه وين نروح على المجموعة الثانية عندي 13 33 33 53 من الأكبر الواحد أم الثلاثة أم الخمسة الخمسة هي الأكبر أحوطها ننتقل للمجموعة الثالثة 35 35 35 ننضمهم ليش لأن مش شابهين نروح على المجموعة الثانية عندي 24 34 54 أباوة عن يمن على العشرات 2 3 5 من الأكبر الخمسة إذن أحوط 35 زائد 54 هي الأكبر الآن رح ننتقل إلى فقرة أفكر نقطة رقم 4 أجد ناتج الجمع ذهنية 40 زائد 20 أول ما أجي 0 زائد 00 4 زائد 2 أربعة بقلبي 2 بيدي من يجي وراء 4 5 6 أكتب العدد 6 إذن 40 زائد 20 ج 60 51 زائد 6 51 بقلبي هذا العدد كله أضم بقلبي وأطلع الستة وين بيدي من يجي وراء 51 52 52 53 54 55 56 57 57 إذن أكتب 57 52 زائد 12 أول شي رح أقول هذا الأول وهي الأول 2 زائد 2 4 الثاني وهي الثاني العدد الثاني وهي العدد الثاني إثنان زائد 1 شقيد ثلاثة إذا عدد أحولها بالطريقة العامودية 22 12 زائد 2 زائد 2 4 2 زائد 1 ثلاثة طلع نفس الناتج إذن بالعامودية أو بالطريقة الأفقية هو نفس الناتج حبايب الحلوين نقطة رقم خمسة أخبر قصة تمثل صيد أسماك من نهر دجلة مستعمل العددين 21 و 18 وأجد المجموع أول عدد ذاكر إنه هو الواحد و 20 أخط الواحد بالآحد والعشرون بالعشرات والعدد الثاني شقيد ثمانية عشر الثمانية هي آحد أبوها منه العشر ثاني واحد يروح بخانة منه العشرات الآن راح أرجوش أسوي أجمع ليش جمعني لأنش يريد وأجد المجموع لو أذاكر إنه أجد الباقي نطرح بس إذا قال الأجد مجموع يعني يريد نجمع معنى جمع يعني زائد واحد زائد ثمانية تسعة اثنان زائد واحد ثلاثة ويساوي تسعة وثلاثون الآن الآن حباب الحلوين انتهى واجبكم لهذا اليوم وهو حل مراجعة الفصل الثامن صفحة مئة واثنان وسبعون وصفحة مئة وثلاثة وسبعون وصفحة مئة واربعة وسبعون أما اختبار الفصل صفحة مئة وخمسة وسبعون لحيكون واجب لكم كاختبار وننتقل أيضا إلى الفصل التاسع الجمع والطرح حتى تسعة وتسعون عدنا حل بالكتاب الاختبار القبلي وأيضا موضوع جمع العشرات وطرحها صفحة مئة وثمانية وسبعون وصفحة مئة وتسعة وسبعون وأيضا شرح وحل جمع عددين من مرتبتين حتى تسعة وتسعون صفحة مئة وثمانون وصفحة مئة وواحد وثمانون وأيضا واجبكم حبايب الحلوين هو حل في كتاب النشاط صفحة ستون جمع العشرات وطرحها وصفحة واحد وستون جمع عددين من مرتبتين حتى تسعة وتسعون أنتظركم إن شاء الله حبايب الحلوين على الفايبر أتمنىكم الصحة والعافية إن شاء الله مع السلامة